مرحبا شباب شلونكم شخباركم حبايبي ان شاء الله بخير اليوم رح اشرح لكم هم خمس نقاط مهمة خصوص اللعبة طبعا اللعبة بها هواي شغلات ما عرف شنو اشرح او شنو اخلي فجاي اشرح كل يوم قدر الامكان اللي جاي يسئلون عنه يعني اكثر عدد جاي يسئلون عنه فهسا اريد منكم اللي عنده سؤال او عنده شي ما يعرف ويكتبه بتعليق حتى شوية شوية اشرح بالفيديوهات الجاية وشباب اريد دعمكم لايكات ادعو اصدقائكم اللي اللعبون اللعبة ولن تعرفون جا تعب الشرح ودعم قليل بس من خالف تستاهدون فهسا اول شي راح اعلمكم شلون ترسلون هدية الصديق او شلون تنطون الوردة هاي اللي ينطوها من تفلشون اشياء او شغلات هاي بالحقيبة شوفوها هاي الوردة طبعا من تنطيها لصاحبك هاي الوردة راح تزود نقاط الصداقة وبعدهن بيدرون تعيشون سوا وهي تسوالف فهسا راح اعلم وشلون ترسل هدايا او ترسل خشب او شغلات فهسا النت شوية عنده ضعيف فهسا اول شي راح اعلمكم وشلون ترسلون هدية شوفو هاي العلامة جوه اللي علامة مثل الموقع صايرة جوه كلش عليها صار جاي تلمط شوفوها هسا من الدنيا ماحي تطلع شوفوها اروح تختفي هاي تدنى تطلع هاي العلامة تضغط عليها شوفو راح يطلع الاسم تضغط على الاسم الاولى تنطي وردة الصديقك تضغط عليها وتضغط confirm راح ينطي وردة هاي اول نقطة ثانه نقطة شلون ترسل هدية مو الهدية يعني شلون ترسل اخشاب او موارد او شي صديقك هم نفس الشي تضغط عليها وتضغط على الاسم والنوب تضغط send gift يعني ارسال هدية راح تنتظر صاحبك لما نوافق وراح تختال مثلا باندج وتطي ارسال او تريد والنوب يعني تأكيد الارسال هاي هسا الرسل والسلام باندج تريد ترسله توت او خشب او اكل كله نفس الحالة send gift تضغط تنتظر لما نوافق وترسل مثلا تحدد العدد وتضغط يعني موافق والنوب تضغط تأكيد الارسال راح الاكل كله وهو كذلك يعني مثل ما فهمتكم هذا الشي منتهين مننا الشغلة الثالثة حبايبي الشغلة الثالثة شلون الشغلة الثالثة شلون تطور هذا الباب اللي قدامك شوفوا شلون تطورها ذات شن الداخل بمدينة فهذا السهلة كلش تروح الهاية المانج تضغط عليها تضغط عليها هال العلامة شوفوا ادلوا يما فرشة خلا راويكم هوا هسا هتش خشب مكسة شلون راح يتطور تضغط عليها وراح يطلع لك هتشي فأنت تضغط على اول وحدة هذا هسا هو بابي هاي تضغط على هاي او تضغط تشينج طبعا هذاني لازم بعملات شحن يصير بابك هيد فتضغط على هاي او تضغط تشينج هسا شوف شلون صار كان خشب يمكسر هسا صار هتش تطور وبعدين تقدر شوي شوي طورة حديد وشغلات هسا هاي انتهين مننا انروح هسا الشي الثالث شلون تسو هاي الحفارة وشنو فائدتها طبعا هاي الحفارة راح تلقاه هنا الف عافية اكل طبعا هاي الحفارة راح تلقاه هنا عن طبعا ازل هالغراض هنا حتى ما يسر بيتهوسة الحفارة راح تصير بماكنة الخشب تضغط عليها هاي ثانو نحدة تحتاج 300 خشب وتحتاج 100 حجارة وتحتاج 10 هيم الهيم بالنبتة مال الشفاء قصدهم اوراق النبتة مال الشفاء يحتاج 10 فحسا مننا خذتها صناعتها تروح يرادلها مساحة فارغ على مدة حطها مثل هالمساحة شوفوها 6 مربعات او 8 مربعات فائدتها تطلع لك صخر يعني صخر وهو يتستفاد منه راح تخلص القزمة مالتي خلصت المهم فائدتها تاخذ منها هواي خاشة فسا نخلص القزمة ما خالف نفلج بحجارة طلعت لقزمة شينها المهم تفلش وتاخذ منها حجارة وتستفاد اذا تفلش بقزمة راح تحصل منها موارد يعني موارد ما يحتاج الموارد هسا راح تحصل منها موارد كل شو هواي هسا شوفوهاي الصخر بس لان الصخرة صغيرة خنجيب قزمة ونجي على مود شوفون شنو يطلع من موارد طبعا هسا علمكم واشتون الشغلون الالة بس خلل شوف القزمة وان هاتحة اتا تصنعها بس حاليا خنشوف صانع اذا ما صانع حتى تصنع هاي عده هاي قزمة صانع حسا بعد ما اخذناها نروح نفلش طبعا هاي تستفاد منها هم تنطيق صخرة هواي بدون ما تروح تتعب وهم تنطيق موارد اتوقع خلصت هي خلصت من ما استاخدناها المهم خلص الصخرة بس كان ما مبين لان شسمة شه سويتها بالايد اشلون الشغل هاي الماكينة بعد ما تنزل الحفارة راح تحتاج ذراع مثل هذا هذا الذراع ينطوب الهدايا او انت تشتري بذهب اه من مجر ميل اعتقد اه لا مو هاي من نانا من مجر هذا البيت حرامة البيت انه بتضغط هذا الميل هنانا راح يطلع عليك هذني بله خنشوف يا وحده ها ذني شوفوهن هذا ب400 ذهب وهذا ب800 ذهب وهذا ب1000 ذهب طبعا كل واحد وينطي شي احسن من الثاني يعني موارد احسن من الثاني هاي الحفار بعد ما اخذته تضغط عليها يعني وتحط الذراع تقوم تشتغل فانت تطهيها ريسترونفول يعني تسقيها او تحطيها دهن او شغلات هيش وهذا كل ذهب عندك دهن هذا يزيد الانتاج وتستفاد منها موارد تطلع لك اهو هسه هاي الثالث نقطة رابع نقطة شلون تعدل ببيتك شلون تحذف شلون تسوي شغلات بسيطة ما يرد لها شي بس جاي شوف ما يعرفون تضغط فقط على علامة الخريطة راح تطلع لك هتش مثلا تريد تحذف هاي علامة الحذف موجودة تضغط على هاي السلة تطلع لك راح ينحذف فان ليش احذف هاي السلحرامات راح ينحذف طبعا اذا الخشبة فوقها السقف ما راح تنحذف الا تحذف السقف مثلا خلنا فتح الباب مثلا اذا الخشبة شوفوا فوقها شي مثلا فوقها جدار او شي ما يصير الا تحذف الفوقها يلا تقدر تحذفها الباب ما يصير تحذف هذا الا تحذف هذا الباب الزغير اول شي فهذا ما يخص البناء طبعا تقدر تطور من هاي طورة نشارح لكم بيديوهات سابقة ما كودا على الشرحة فخلصنا من هاي النقطة الرابعة شباب مثل ما قلت لكم اريد دعمكم واريد مساعدتكم على مود شوية القناة تطور وانا ازدلكم شروحات اكثر هسا الشغلة الخامسة والاخيرة بهذا الفيديو شنو فائدة الكلب الكلب وانا بلا خلنشوفها الكلب شنو فائدة انا قل لكم شنو فائدة مرات يصعد الطاقة مالتك هسا هو ما روها راح راح يليح ابن السائب فمرات يصعد الطاقة مالتك بس ما جايفتهم هاي السالفة شلون وتشلبهم عنده تكرمون حقيبة هاي شوفوها هاي الحقيبة تضغط على هاي تضغط على هاي راح يطلع لك مجمع لك غراض اشوائية يعني منه تروح تفلش لو تكتل له هاي راح يخزن هو همات وانت تخزن وتقدر تاخذن للجنطة شوفو شلون واخذتنها السبعة مايرجع طبعا التاخذة مايرتجع فهاي فائدة الكلب اكو شباب يقولون شلون اغير شلون اغير شلون اغير اه لون الثلب او شلون اضيف لشغلات او ان معاننا تقدي شوية ضعيف مدمرنا حتى ما جاي يركب جاي يسؤلون شلون اغير لون شلون اه يعني اضيف لشغلات او استايلات او شي فهس راح افهمكم هاي السالفة بس خد يوصل للبيت على مدى سافر اعلمكم وين سافرون وشتون اغيرون اه شتون اغيرون اللون وشتون اضيفون لباقي الشغلات شو ذاك البيت بخت هذاك بيت من شوف هذا البيت والله اما بخت هذا البيت لا يا بيت هذي عبال واحد باني اقول شين السالفة بس والله فكرة حلوة يريد يصمم هايش بيت هس وصلنا بعد ما وصلنا طبعا النت الزفة اروح للطيارة خلو نطفل منها حتى لو تروح الطاقة من الطاقة تروح فتركب الطيارة بعد ما ركبت الطيارة تروح المدينة اه هوب وين هاي اللي تصير هنا شوفها جاء الشرع عليها هاي هوب وين تروح لها وهس عالمك وين تروح بالضبط خلوه وصل وفهمكم وين تروحون واشلون نتغيرون اللون وصلنا للمدينة الشباب هسه ندخل المدينة وين ها الباب هذا شوفوا الخريطة هاي العلامة مع الرجل جاي يأشر عليها شوفوا هاي تروح عليها هاي اللبنين اللعابة الواقبة الزغيرة شوفوها هاي وين راح تشوف النتل طبعا عذرون النتل ضعيف جاي يخربط عليها دوس على التل تحكو ياها الاولى لا العافو الثانو واحدة تختار اي تشينج او برنس ما عارف شنو فراح يطلع لك شغلات اكون منها بفلوس واكون منها مجانية فانا هاي احسا بفلوس بس عند العملة يعني اقدر ايشتر بس حرامات اصرف هاي العملة لان شحنت العرض على موضة الكلان وبنية الكلان عدك اطواق خاصة هذا الطوق مجاني وهذا اني بفلوس بس حرامات اني هم كذلك ما راح اسفن هذا اللون تقدر تغير اللون هنا تتحكم به طبعا اللون هذا وهذا مجانيات الاول الاسود والابيض مجانيات وهذا اني يراد في العملة فانت تقدر تختار هذني وهاي السؤال في طبعا كلها لازم يراد لها الشحن فهذا ما يخص شلون تغير اللون ما تشرب او شلون نضيف لطوق وشلون نضيف لشغلات بس طبعا اكيد لازم تشحن واكو شغلات مجاني يعني اللون عندك اي بضوص ومجانيات وهذا النشي رادة العملات خلص شباب شرح اليوم ان شاء الله استفاديتوا وباشر ان شاء الله انتظروني انزلكم حلقة جديدة وبفيديو جديد وشارع جديد حسه اذا عدتكم شي تردون اذا عدتكم شي ما فاهمي او شي تردون تعرفوا فعند كل اللي عليكم تكتبون السؤال بالتعليق واني راح افهمكم ان شاء الله يشرح لكم يعني اختار من كل فيديو سؤالين ثلاثة اضافة للشرح عندي وانشرة هيش راح يعني تتطورون احسن وتفهمون احسن خلص الفيديو شباب واشوفكم بخير وفي امان الله واستودعكم الله